موسيقى المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نتعرف من خلاله على الثروات الهائلة لأرض السودان الواعدة بالخير الوفير من الموارض الطبيعية المتجددة ذات الفوائض الصحية الاقتصادية والبيئية مثل الصموة العربي الفول السوداني السمسم الكركدي الحب البطيخ العردي بالتبلدي والقائمة تطول من هذه الخيرات نتعرف من خلاله عبر حلغات متنوعة على مراحل انتاجها وتصنيعها واستخداماتها المختلفة في شكل ملفات نعرض من خلال أهم المعلومات والنتائج العلمية والمعارف المحلية من اختصاصيين وخبرة في المجال ومنتيين إذن أهلا ومرحبا بكم في أولى ملفاتنا المشاهدون الكرام ونحن داخل غابة دقوس أشقر النموزية المعروفة بغابة الدموكية وهي أحد أكبر الغابات البحثية في العالم للصمغ العربي تغينا بعدد من الباحثين يتجولون داخل هذه الغابة لإجراء تجاربهم البحثية فنلتغي بأحد الباحثين أهلا ومرحبا بكم السمغ العربي هو من المحاصيل الغابية الغير خشبية ذو الأهمية العالمية نتيجة للعديد من المواصفات الخاصة به وهو في تعريفه هو الناتج الإفراز الناتج من شجرة الهشاب والأشجار القريبة منها اللي هي شجرة الكاكموت وشجرة الطلح هذا الناتج هو مادة كاربوهايدوريتية بتنتج بواسطة الأشجار اللي بيسموها الكيشيات أشجار هي شوكية وهسي قبا شوية كنت أنا بوري في أحد الأخوانا وبشرح لأحد الأخوانا الاختلافات بيناتهم من حيث الشكل هذه الأشجار المنتجة للسمغ فيها اختلافات شكلية حيث يعني إذا لاحظنا في في قعدة الأشواك حقة هذه الأشجار عموما بنتكلم عن أنه السمغ العربي هو من المحاصيل المهمة جدا الآن إحنا بنركز فيه في أبحاث السمغ العربي وكل شغلنا يصب في إنتاج تغانات تعمل على زيادة هذا المنتج زيادة رأسية نتيجة لأنه المعروف أن هذا الدولة والسودان عموما أو كل العالم الآن أصبحت هناك مشكلة في في مساحات الأرض كان في السابق أن الناس تزيد الانتاجية أو تزيد الانتاج بالزيادة الأفغية لإستجراع هذه الأشجار أما نحن في أبحاث السمغ العربي كل الجهودات التي يعني بزلت محصورة في أن يتم زيادة هذا المنتج زيادة رأسية عن طريق إنتاج تغانات عديد من التغانات ده ما يعني ما قصدنا نوضحه في الدخول تعتبر شجرة الهشاب من الأشجار المهمة جدا في قرب السودان وخاصة عندنا نحن في بلاي شمال كردوفان ويمكن نحن في بلاي شمال كردوفان بنقع في قلب هذا الحزام حزام الصمغ العربي وأيضا نحن في بلاي شمال كردوفان ممكن يكون عندنا برضو ميزة في نوعية الصمغ اللي بينتج وانحن pacingọn الحشاب اللي ما يعرف بالصمغ الكردوفاني وشجرة الهشاب عندها تأثير الاقتصادي الكبير هي ما شجرة فقط بتنتج الصمع وهو ذلك المنتج السحري من هذه الشجرة الذي تحدث عنه الكثيرين في كل شتى بقع الأرض ويدخل في كثير جدا من الصناعات ولكن الشجرة دي أنحنا عندها تأثير كبير جدا عندنا في الزراعة لأن هذه الشجرة هي واحدة من ميزاتها الأساسية تثبيت النيتروجين في التربة وأنحنا في منطقة بتاع الزراعة التغليدية وتوصف هذه المنطقة بأنها منطقة بتاع الزراعة عضوية وبالتالي أنحنا ما بنستخدم الأسمدة والشجرة دي الله سبحانه وتعالى جابة لنا هنا عشان تثبيت لنا أنها تروجين وثبت لنا الأسمدة وبالتالي حتى كل الزراعة المتكررة لهذه الأرض لعدد من السنين لكن بتجد أن الأرض بتاعتنا دي هي قابلة لأنها تنزرع وقابلة لأنها تنتج وده بفضل شجرة الهشاب شجرة الهشاب داخلة كثير جدا في ما يرفع عندنا بالزراعة الغابية يعني إحنا مزارعنا في شمال كوردوفان بيزرع شجرة الهشاب وبيزرع بجنبها المحصول بتاعه وبطوق الصموغ بتاعه وأيضا بيعلف الحيوانات بتاعته في فترة الصيف من القرون بتاعة الشجرة بتاعة الهشاب وبالتالي بنلقى أن الشجرة دي شجرة عندها يعني بتدخل في كل الأنشطة بتاعتنا كل الأنشطتنا الحياتية في ريفنا في شمال كوردوفان هي بتدخل وبالتالي هي عندها غيمة كبيرة جدا جدا عند أخوان المزارعين والمزارعات ونحن بنوصي بأخوان المزارعين بأن هذه الشجرة يحافظوا عليها وخاصة أنهم عارفين فايداته كويس وأيضا أخواننا في البحثة الزراعية يعني بنوا بحثهم على هذه الشجرة وخاصة بعد دخول الآلة في الزراعة في هذا القطاع أصبحت هناك أشكال لزراعة هذه الأشجار على شكل أحزمة على شكل مصدات رياح حتى أنه نساعد في أنه الشجرة دي تكون موجودة شجرتنا موجودة بتاعت الهشاب معها محصولنا سواء كان فول أو كان سيمسيم أو غيره أو كركديه ومعها أيضا الحيوان بتاعنا ده تكامل إحنا دائرينه بنص بوليو ويقوم بصورة علمية بيساعد في أنه استدامة هذه الشجرة في هذا القطاع الشجرة إحنا محتاجين أنها يتم استدامتها محتاجين أنه يتم استزراعها بكميات أو بمساحات كبيرة أو كميات كبيرة لأنه نحن نتكلم عن تغيرات مناخية نتكلم عن يعني هذه الشجرة تدخل في التغير المناخي تدخل في الاختصاد تدخل في البيئة تدخل في كثير من المناحي مناحي الحياة بتاعتنا أنه إحنا زي ما بقوله أهلنا هنا في كردفان الهشابة دي بيتنا يعني شجرة الهشاب هي بيتنا وأي زول بيكون حريص إنه يعني يربي أبناء وبصورة جيدة ويكون يعني واستثمر فيهم استثمار جيد حتى إنه يعني يكونوا نافعين له ويكون نافعين لنفسهم ويكون نافعين لوطنه من أنتج الهشاب دي نحن من صغار من الحش من حشة الوطن وشجرة بتاعة الهشاب دي نحن من بربيرة ومن نظفة طبعاً دي نحن عياتنا الوحيدة وده السمب العربي الوحيد الدول اللي هي اللي بتستعمه وبتاخد الفائدة فيه وبتقدر تعرف مقاتاته كلها أول نحن أخواننا الشي رضي والله من استعزباء شديد من ربيع من فترة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة سنة لعند خمسة سنة من تبدأ في الطاق منطقها فرع واحد من الناحية الشمالية واحد بس في البداية تالي خمسة سنة السنة البعادة التانية منطق فيها فرع فرعين واحد من سبعة واحد من غرب لما دعم السبعة سنة منطق فيها ثلاثة فروع أربعة فروع سنستفيد منها يلا السمو دانحنا حماية الوحيدة من نحمي مننا الكبر من نحمي مننا البهايب لا منخلي جمل بجلوه لا منخلي عانس بجلوه دي الحاجة المضرة ودين تانية الوحيدة نحن أخواننا انتو ناس الدول اللي بتصارعوا في سمونا الغال اللي بتبيعوا بالدولار ده اتنتفلين ان احنا الناس المنطقة الهشاب ده اذا اصلا ان احنا ما طقينا الهشاب وانتجناه يتمحها تنقوه مهما تزرعوا تفوتوا الوطة كلها بيضيوا رجعين لشبال كردفال البحوثة الزراعية بشبال كردفال بجامعة جامعة كردفال دي بيضيوا بتنقوها وبتنجوا تزرعوا من الناس هما اللي بزرعوا الهشاب ديل هم مش نم يعني هما المواطنين منعش على الشاشة ومننظف ومنعمل عناية دي مهمتنا الوحيدة الحقيقة لشبال كردفال بيتمتاز بانتاج الصمغة العربي كمحصول قابي أساسي الولاية فيها حوالي أكثر من 20% من مساحة الولاية هي واقعة داخل حزام الصمغة العربي فبالتالي ده فرصة أساسية يمكن التدخل فيها في إشاء مزارع لإنتاج الصمغة العربي والآن ممكن تكون في حوالي 7 مليون فدان للتدخل باستجراع الصمغة العربي حقيقة نحن في هذه الفترة بنعمل على إخراج الخارطة الاستثمارية لبلاشوال كردفال هذه الخارطة تضمت في مشروعات الاستراتيجية مشروع تعمير حزام الصمغة العربي في استجراع للصمغة العربي وفي إكمال سلسلة القيمة لمنتج الصمغة العربي بإقامة صناعات للصمغة العربي وصولا إلى مرحلة صناعة البدرة الرزازية في ولاية شمال كردفال والمقاومات في مجال الاستجراع وفي مجال التصنيع وفي مجال المناء التحتية كلها أكدت قيام مثل هذه الصناعات في ولاية شمال كردفال وده بيأتي لأنه إنسان شمال كردفان هو عنده خبرة كبيرة جدا في مجال الاستجراع للشجرة الهجاب والطلع على بنتقل السمق العربي وفي مجال الانتاج من مراحل المختلفة من طقل رقيط لدهو وصوله للأسواق الأساسية للسمق العربي في مجال كردفان ويعتبر سوق الويد أكبر سوق لإنتاج السمق العربي الولايات تنتج حوالي في أخذ إحصائية خمسين في المئة من إنتاج السمق العربي غير السودان نلقاه مثلا في آسيا في الهند وفي باكستان وفي سلطان العمان وفي دول فيه الهشاب بصورة بسيطة هيدا دول بورتريكو وعلى البرجين آيلاندي في البحر الكاريبي في إفريغيا بنلقى الهشاب في الجزو الغربي من الساحل الإفريغي في المدارية أو شيء في المدارية من السنقال موريتانيا مرورا بين نيجيريا والنيجر وتشاد أفريغا الوسطى والسودان بطبيعة الحال وشرقا في أريتريا وأسيوبيا وفي الصومال في إفريغيا برضو في الجزو الأوسط في تنزانيا في أغندا وفي كينيا وموزنبيق وحتى جنوب إفريغيا دي كلها موجود فيها الهشاب لكن الدول الكثيرة الموجود فيها الهشاب دي نلقى أن السودان هو المتميز عن جميع هذه الدول لأنه بينتج أكثر من 80% من الانتاج العالمي والمصدر للهشاب طيب بما أنه السودان يتميز يعني حازين نعرف الحزام برضو في امتداده في داخل السودان بيمتد من وين وبيمر بأي من الولايات انتشاره في داخل السودان داخل السودان يوجد الهشاب يسمى بحزام الصمغ العربي حزام الصمغ العربي ده بيمتده بين تخطي عرض 10 و14 درجة شمال خط الاستيواء شرقا من ولاية القضارف وكسلة حتى ولايات كردفان ودارفور غربا ولاية دارفور وكردفان بتمسلين 74% من الهشاب الموجود في السودان في ولاية شمال كردفان المساحة بتاع الحزام الصمغ العربي هي عبارة 12 مليون فدان منها 5 مليون فدان من أشجار الهشاب منها 3 مليون فدان من الأشجار المنتجة للصمغ العربي داخل الولايات يتنسلين 7% من مساحة الولايات طيب بالنسبة للنيل الأزرق والأراضي الطينية طيب الهشاب يوجد في نوعين من التربة في تربة الرملية في محددات أمطار ما بين 250 ل450 مليمتر أما في الورايات الطينية ذي النيل الأزرق والنيل الأبيض نلقاه في محددات أمطار أكثر من 500 مليمتر في العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوم نحن في بنكة الجينات القطمة هذه الأشجار التي تنمو أمامنا التي نراها الآن تم استزراعها منذ العام 2004 والغرض من استزراع هذه الأشجار هو حفظ الجينات الوراسية لأشجار الهشاب لما لها من أهمية كبيرة جدا في البيئة والاقتصاد وغيره ولأن هذه الأشجار ذات قيمة اقتصادية عالية لا بد من حفظ جيناتها الوراسية وحفظ الجينات الوراسية يتم بعدة طرق إحدى هذه الطرق هذه الأشجار يعني استزراعها بأن تكون أشجار حية محفوظة في مكان معلوم ومحدد والجذير بالذكر أن هذه الأشجار تم جمع بزورها من أشجار في مناطق معينة معروفة محددة تلك الأشجار معروفة المصادر يعني أمهات معلومة إنتاجيتها معلومة وبالتالي تم استزراعها في مسافات متساوية وتركنا هذه البيئة التي يعني هي حولنا أن تكون كالغابة بغطائها الأرضي وغطائها الفوقي الأمر الثاني من يعني أو الهدف الثاني من استزراع هذه الأشجار هو عملية التدريب وهذه العملية تشمل تدريب طلاب البكلاريوس وطلاب الماجستير على كل العمليات الفلاحية التي تتعلق بأشجار الهشاب من عمليات الاستزراع عمليات يعني المتابعة عمليات الشلخ عمليات التفريد عمليات الطق يعني وعمليات الإنتاج وغيرها من عمليات مع بعض الحصاب بالإضافة إلى ذلك تزرع هذه الأشجار في هذا المكان لممارسة الاستزراع الغابي أو الزراعة الغابية لمعرفة إنتاجية المحاصيل ومعرفة إنتاجية النباتات الأخرى وبالتالي حينما تزرع أشجار الهشاب مع المحاصيل الزراعية كالسمسم والفول والكركدي وغيرها نلاحظ أن الإنتاجية تكون مختلفة عما إذا زرعت هذه المحاصيل يعني لوحدها في غير بيئة أشجار الهشاب لماذا؟ لأن أشجار الهشاب هي إحدى الأشجار البقولية تدبع لعائلة البقوليات وهذه الأعائلة معروفة بأنها تلعب دور كبير جدا في البيئة لأنها تقوم بتثبيت النايتورجين الجوي في التربة حتى يستفيد منه النبات الاستفادة الكبرى وبالتالي يزداد إنتاج هذه النباتات وكذلك بالمقابل تزداد إنتاجية أشجار الهشاب المساعدين الكرام هذه هي البداية لمعرفة كنز من كنوز الأرض الواعدة متعدد الاستخدامات والفوائد وقل ما يمكن أن نصيفه به أنه غذاء الصفح والجمال إلا أن نلتغي في صفحة أخرى من ملف الصموة العربي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة